قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية وذلك للربع الأول من العام الجاري وأوصت اللجنة بتعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التسعى صباح اليوم لتصبح 7 جنيهات و25 قرشا لليتر بنزين 80 وثمانية جنيهات و50 قرشا لليتر البنزين 92 وتسع جنيهات و50 قرشا لليتر بنزين 95 وتثبيت سعر السولار عند 6 جنيهات و75 قرشا للليتر يأتي القرار نتيجة لتخطي سعر البترول عالميا حاجز 90 دولار للبرميل هذا ويراعي القرار البعد الاجتماعي ومعدلات ارتفاع تضخم محليا وعالميا حيث كانت الزيادة في الأسعار طفيفة ولم يتم تحريك أسعار السولار لضمان عدم حدوث قفزة في مستوى الأسعار ترجمة نانسي قنقر